كان في الأمر دور تاني خالص يعني أنت كسرت حدة الجان بقى الحليوة لشكل لطيف ومسامسم وبتاع وبدأت تعمل كاراكتر آخر يعني مزبوط كنت حريص على ده أنا مش لأن أنا في الحقيقة مش كده يعني مش من ناس اللي ببقى فكرة الجان والمشعف إيه والبتاعها والبدلة والحاجات دي يعني عشان جاي لحضرتك بقى النهاردة وبرنامج ده أنت قالوا عليك مهند العرب يا عم وبرنامج محترم جده ويرفع يعني الواحد يحاول يقع كده يعمل عملت برامج كسرت الدنيا في بيروت وعملت شغل جميل يعني شغل ربنا خليك يا دكتور فأنا بحب يعني حياتي فيها عشوائية وبحدي أقول أولبس لابس أنزل لابس أي حاجة أنا كده فأنا بحب الأدوار دي جدا وبتاخد صعوبة شديدة جدا 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 مع الصناع عشان تعمل اللي أنت عايزه عشان توصل لمرحلة أن أنت ليك رأي أو أنا عايزة أعمل كده دي صعبة جدا وفي نجوم حتى يكونوا بيجيبوا فلوس كتير جدا ويبقوا عايزين يغيروا بحاجة معنا ممكن المنتج يخاف يقولوا لاي عم أنت ناس حباه في كده فأيدي مشكلة لازم يبقى أنت بقى معك مخرج زي خالد يوسف مخرج زي يوسن يعني يوسن إن شاء الله الأسدزة طبعا الأسدزة نور الشريف الناس اللي هي بتحب تكتشف بتحب تقدم الجديد وبتحب تغير شكلك طبعا في ناس كده وفي كده فأنا دايما بحاول أن أنا أغير أنت طبعا بتتحط في مأذق أن ممكن بتبقى محتاجة أعمل عمل وطبيعة الإطار بتاع العمل ده غير شبه اللي أنت عملت قبل كده يعني أنا استنادي نفسي أعمل أعمال سواء في السينما أو في التلفزيون خلاص مش الطبعة الاجتماعية اللي أنا قدمتها شوية اللي هو الغاني يعني أنا بعمل حاجات شاب غاني بلا إيه بيلبس في البيت بتاعه وأنضف ما أنا بلبس وأنا خارج يعني بيلبسه حاجات بس أنت دخلت في الكوميدي كمان يعني أنت لما عملت مع ياسمين عبد العزيز فأنا جميلة عملت معها فيلمين عملت معها نسا موامي جواز أميري وبطولة أنا كنا في المعهد دايما حياتي مع طلبة المعهد والدكاترة والمشاريع اللي كنا مثلا الواحد يعملها أو تبقى بتخرج مشروع كده صغير أنا كله بقى مشاريعي رايحها للنحية اللي فيها دحك ماليش في الجد أصلا يعني أستاذي شايف نفس الكوميديان مش كوميديان أنا في الحقيقة راجل هالس ماليش في الجد وكده فبحب الحاجات الخفيفة مش الكوميدي يعني الكوميديان اللي هو إزال أستاذ سامير غانم أول أستاذ عادل الإمام اللي هم الناس اللي بيعملوا الكوميديا للفرس أو طبعا مع حفظ الأقاب هيني دي وساعدوا ناس دي اتفنانين دول يعني أنا بحب الحاجة اللي هي لطيفة اللطيفة فكنت عايز أعمل كده وكان دايما في المعهد يقولوا لي يا ابني أنت بتعمل إيه أنا مرة واحدة لات نفسي في الدالي ويحكي شهر أزاد في الجماعة بس أعمال ما تتسبش فكان فيها مجهود بالنسبة لي إن أنا أعمل الأعمال دي بس كنت حابب أعمل الشكل التاني طالما ممكن تعمل الأعمال دي بس أنت حاطت كرش أزاني في الأنسة آه كنت لابس جسم كبير بشرط كرش بكل حاجة كده عشان يعني المفروض بعد الجواز الواحد بيدخن ورازب نهتم بنفسي هل مجاوز؟ لا لسه مجاوزش فهو الفيلم كان بيكل مش ناوي تتجاوز؟ آه إن شاء الله ناوي هدل على الكرش تفتكر؟ أتمنى لا يعني بس فدخلت في أعدت أدور لغاية لما لقيت كان مسلسل ابن الأرندري مع دكتور ريحة الفخراني في الفكرة اللايت الخفيف كده وبعدين شوف بقى من 2009 أعدت كان يجي لي أفلام لغاية ما عملت في 2012 آه أنا لسه مؤمن إذا مع ظروف الصناعة لو عند نفسك تعمل كوميدي مش لقي الفرصة نفسي خالص بقى لغاية لما عملت بقى 2012 و2012 إن كان بيجي لي حاجات مش قوي ناس كله جد أو حاجة فيه حاجة بسيطة لغاية لما جالي الأنسة أمامي 2012 كل بقى اللي بيجي لي حاجات لايت كده فعملت نزلات عميتي وعملت جواز أميلي بيمكن جواز أميلي أكشن كوميدي بس كله في إطار اللي هو الأفلام اللايت يعني وخلاص حلو يعني عملت الحاجة اللي أنا بحبها وكنت ضيف شرف بنات العام كبان أو بنات العام وبشيكو فيلم لطيف كده فعملت معهم ديف شرف مشهدين كده إن أنا يعملوا ناس باية عملت فيها زابط شرطة وأنا في الأصل الطبالي يعني زابط إقاف